وطبعاً حداك زي ما شايف يا كابتن دي مراسم التتويج وطبعاً أعضاء الاتحاد كابتن عمر مخلوف وطبعاً يعني كابتن مرتجي واقف طبعاً بيسلم اللعيبة المدليات مهندس أمر رئيس الاتحاد يعني كل الاتحاد مع يعني أعضاء مجلس دارة النادي الأهلي بيسلموا اللعبين أكيد طبعاً فوز مهم في بداية مشوارك النهاردة في الموسم وأول بطولة بتحصدها في الموسم انت حمل لقب السنة اللي فاتت وزي ما شايفين عبه كمان بحي الجماهير أحمد صلاح مجموعة كبيرة الفريق الحقيقة بيضم مجموعة كبيرة من اللعبين سوى الزغرين أو الكبار وزي ما حداكم شايفين المكسب حلو أحمد صلاح طبعاً سعيد بهذا المكسب حسام يوسف يعني الله أجمر عليه كان النهاردة يعني عسران كل اللعبين الحقيقة النهاردة كانوا يعني يعني قد المسئولية برضاً عايز أقول حاجة يعني جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة النهاردة في الصالة والسندة الفريق بشكل كبير أكيد بنشكرهم من هنا بنشكر كل الجماهير اللي كانت قاعدة قدام شاشة قناة نادي الأهلي بتتابع المباراة وبيدقوا على الصفحات بالفوز نادي الأهلي يعني مباراة مهمة ليه أنت نبارح كاسبان فالنهاردة محتاج تأكد يعني أن فرع كرة اليد النهاردة يعني بيعود وبيعود بقوة طب النهاردة عندنا إيه بطولات تانية عندنا دوري وكأس لسه وعندنا بطولة أفريقيا فإن شاء الله دي تكون طبعا مستر فرناندو اللي كان ضفنا هنا وكان وعد الحقيقة وهو موجود معانا أنه يعني إن شاء الله تبقى البطولات كلها صور تذكارية الفرحة جميلة كابتن الفرحة جميلة كابتن يعني الواحد بيحس أنه بعد مجهود كبير وبتكسب من منافس قوي يعني النهاردة نادي الزمالك يعني فرقة برضو يعني أكيد بنقول لها أرضي لك فرقة يعني كويسة يعني أنت نهاردة ما بتكسبش ماتش سهلة كابتن كريم ماتش صعب ماتش يعني فيه فنيات عالية فالنهاردة انت بتقدر بشكل كبير تحقق هذا الفوز كابتن كريم أجيلك برضو يعني يمكن الفوز النهاردة يمكن هي بطولة مباراة ومباراةين قبل نهائي ونهائي يمكن مشهورها مش طويل لسه عندك الدوري لسه عندك الكأس يسه عندك بنود أفريقيا بس مكسب في بداية المشهور بتبقى حاجة كويسة بتديك ثقة نكيد طبعا يعني الموسم ده في تحديات كتير جدا انت بدأت الموسم بكاس السوبر وما كانوا مباراةين سيمي فاينال وفاينال على طول معناها ده الله عبدالسلام هو يا كابتن بيرفع كأس البطولة يعني كابتن الفريق والمداليا وبيحتفل مع جماهير ومع فرقته لحظة جميلة ألف من يوم مبروك فوز النادي الأهلي لحظة جميلة جدا 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 يا كابتن كريم تقول ليه على اللحظة دي يعني قبل ما نروح يعني امتل التحديات سبع صوت سبع صوت اللعيبة باختلط مع صوت الجماهير يعني النهاردة كله بيهتب باسم النادي الأهلي صوت الجمهور وصوت اللعيبة واحد فرض الملعب يعني حاجة جميلة جدا جدا يعني كابتن كريم تقول ليه على لحظة الفرحة دي يعني شايفها ازاي شايف بداية المشوار لما تفرح فرحة كبيرة زي دي تفرق معك ازاي كلها أكيد طبعا يعني الفرحة زي دي بتلخص المجهود والتعب اللي هم عشوه في خلال الست سبع شهور اللي فاتوا يمكن أنا قريب من الفرقة شوية في الوقت دي بيطبقوا نظام اليوم الكامل يعني بيجوا الصبح النادي حوالي الساعة 19 صبح بيمشوش قبل الساعة 7-8 بالليل يوميا ده لانتماءهم وحبهم مش شديد انهم عايزين يعملوا حاجة للنادي ولنفسهم فده تتويق طبعا الاحتفال ده تتويق طبعا بمجهوده من كبير اللي تعبوا فيه السنادي وكد بداية ان شاء الله اللي تتويقوا السنادي بالربعية لسه عندنا الدوري لسه عندنا الكاس لسه عندنا بطولة افريقية ان شاء الله تبقى في النادي اللي عندنا هتبقى عندنا في الصلاة فطبعا ده اول تحدي يعني انا عايز اعلق على حاجة فرحة يكباتي احمد صلاح برامي يعني احمد صلاح خدبطولات كتير يعني الراجل ما شاء الله عليه يعني لو عندنا نحس بطولاته كتير فالنهاردة فرحته بكأس البطولة بكأس السوبر المصري فرحة كأنه بياخد كأس الأول مرة ده بيدل عليك ابتناح بيدل عليك هو عنده تحدي غير طبيعي يعني هو يعني هو من جواه تمرين متش بتاعه هو يعني يعني عشان كده هو ما شاء الله من مسلا نقولول من الفين واثنين ولعب اساسي في المنتخب والنادي الاهلي فبقاله حوالي اربعة اتنين وعشرين سنة تلاتة عشرين سنة فكل يوم هو في تحدي فما ادارش ما ادارش كل يوم في تحدي صحيح بس سعيد سعيد بنرة ده يدل عليك اكيد طبعا يعني كلمة اسطورة دي ما بيجيش من من فراغ خلس يا كابتن هيسم يعني الاستمرارية يعني اي حد عايز ينجح لازم يستمرارية يعني احمد صلاح وابد الله بينزلوا الملعب لكنهم اهم مرة ينزلوا الملعب يكسبوا بطولة هم مجعنين للبطولات يعني كل بطولة بينزلة اوكنهم مرة يلعب بطولة عايز يكسب فالاستمرارية هي دايما اللي بدونها انا بننسى طبعا اللعابة الصغارين دايما انهم يبقى عندهم مثل زي عبدالله اكيدا نعلق على الصورة دي برضو اللعيبة بتحتفل بالكأس والدخل بالصورة التسكرية ومعهم صورة معي الوزير عامل كاروق يعني برضو يعني ايه يعني معلش يعني اللعيبة هتفتكر كده وتعمل كده ليه اذا كان فيه حب حقيقي يعني فيه حب حقيقي وكان فيه علاقة جيدة من نائب رئيس النادي واللعبين يعني معلش حدش قاله هم عملوا كده بس النهاردة يا كابتن برضو ارجع واقول انه يعني مستر فرلاندو نجح بشكل كبير في انه يدير اللقاء نجح انه يعرف ويقرأ كنا شايفين طلوقتي ماسك البردة على الخط وعمل يقرأ الداة فولي بتجيله بالنظام وبياخد بيانات معانا بناعنا عليه بيختار التغييرات ترجمة نانسي قنقر